بعد تأجيل جلسة النواب التي كان من المقرر عقدها الاثنين الماضي اليوم عقد المجلس جلسته لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية المتعسرة وقدمت اللجنة تقريرا عن متابعتها وملاحظاتها لعمل المفوضية العليا للانتخابات التي ما زالت لم تعلن بعد عن القائمة النهائية للمترشحين وجاء في تقرير اللجنة أن المفوضية خالفت بعض مواد القانون وأهمها رقم واحد لسنة 2021 الخاص بشروط قبول المترشحين مما أدخلها في دوامة الطعن والطعن المضاد بحسب التقرير وجاء كذلك في التقرير أن المفوضية كانت قد أصدرت بيانا سياسيا بامتياز بشأن تحديد يوم الاقتراع وأنها لم تحدد بدقة ما هي تلقوة القاهرة التي تعثر معها إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر واقترحت أن يكون الرابع والعشرين من يناير هو الموعد الجديد للانتخابات ما يدل على أن مصير هذا الموعد سيكون كسابقه وفق اللجنة وفيما يتعلق بتوصيات اللجنة البرلمانية فقد جاء فيها أنه لا يمكن لمجلس النواب التدخل في أحكام القضاء والمساس باستقلاليته ويجب على المجلس لاستمرار في رعاية العملية السياسية والتشريعية والنأي بنفسه عن الخوض في المواعيد السياسية التي تحددها بعض الجهات لغرض الاستهلاك المحلي أو للتسويق الدولي على حد قولهم وأوصت اللجنة بوضع خارطة طريق واقعية قابلة للتطبيق بمدد ومراحل وليس بتواريخ ومواقيت وأن تكون في إطار دستوري لإنجاح الانتخابات لضمان قبول نتائجها والشروع في تعديل مشروع الدستور من خلال لجنة فنية يعينها المجلس بالاشتراك مع مجلس الدولة الاستشاري لتعيد مشروع الدستور بما يحقق المصلحة الوطنية العليا من جهته طالب عضو مجلس النواب يوسف العقوري بفتح تحقيق مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح متهما إياه بإهدار الوقت وعدم إقامة انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر في موعدها إلى ذلك طالب النائب سعد الجازوي بضرورة العمل على وضع خارطة طريق تقود إلى قاعدة دستورية وإزالة العوائق التي تحول دون إجراء الانتخابات مشددا على ضرورة وضع حلول واقعية في هذا الشأن يبدو أن الرابع والعشرين من يناير هو أيضا موعد وهمي لإجراء الانتخابات ويبدو معه أن الأمور باتت تتعقد أكثر من السابق ومع هذه التعقيدات ما يزال الشارع الليبي ينتظر الخلاص والخروج من هذه الدوامة المليئة بالزخم السياسي ترجمة نانسي قنقر